ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والتمكين إلى مرحلة التقدم على الصعود كافة في ظل اهتمام مستمر من قبل قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حيث حققت البحرين مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية لقياس مدى توازن الفرص بين المرأة والرجل ومن أهم ملامح التجربة البحرينية لتعزيز المساواة بين الجنسين تعميم لجاني تكافؤ الفرص في المؤسسات الرسمية والأهلية في جميع مجالات العمل وترسيخ مبدأ المساواة وحفظ حقوق جميع العمال والعاملات دون تمييز بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة البحرينية في القطاعات الانتاجية وتحفيزها على العمل إلى جانب التأكيد على أن الفرص الوظيفية ومستويات الانتاج لا ترتبط بجنس العامل ناهيك عن تعزيز التنافسية بين القوى العاملة بلا قيود أو شروط وإخضاع منظومة الرواتب والأجور لمراقبة دورية لضمان تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتحت مضلة المساواة بين الجنسين في تعزيز تكافؤ الفرص جنت مملكة البحرين ثمار يانعة حيث تبوأت المرأة البحرينية أعلى المناصب وشاركت أخيها الرجل في تمثيل البحرين في المحافل الإقليمية والدولية كما سطرت المرأة قصة نجاح ضمن الجهود الوطنية في مكافحة الجائحة العالمية حيث واصلت الليلة بالنهار في أداء عملها بكل إخلاص وعطاء دون كلل أو ملل وتعد مسألة المساواة بين الجنسين ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية لذا أولت مملكة البحرين هذه المسألة اهتماما كبيرا ووضعتها على رأس أولويات العمل الوطني والدولي